الحمد لله السلام عليك دائما سأحاول أن أضع فيديو على التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فوائده لا تحصل تعبد يعني أنت مريضة روحانية بالجن والشياطين والسحر والعكوسات والعين لو ذهبنا إلى يعني لو ذهبت إلى عشر وقعات في حياتك وأنت ترقي حياتك لن تشفي إلا بالتشهد هو اختصار الطريق التشهد أنا أعتبره أقوى من صورة البقرة لأنه اختصار الطريق التوحيد لأن القرآن كله مبني على من؟ على التوحيد التشهد من أصراره الذي لا يعرفه هالناس الكشف إذا أردت أن تكشف على نفسك لا أعرف ما يوجد عندي هل عندي عين أو السحر أو حاسد لا أعرف من سحر التشهد يكشف لك من سحرك من والسحر ماذا يوجد عندك وما يجب عليك فعلهم حتى أن سيأتيك الخبر في المنام ما يجب عليك فعله والصور الذي يجب أن تقرأه أو الورد الذي يجب أن تتبعه أو الذكر الذي يجب أن تقرأه لكي تبطل هذا نوع السحر أو العين أو عكوسات أو الحاسد ماذا يوجد عندك أو السحر الموروط أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لديها هذه الخاصية أقوى أقوى مما تتصور في عقلك الكشف في نفس الليلة ترى الرؤية في نفس الليلة ترى ما يوجد عندك ما هو الورد؟ أقل شيء وهو خمسمائة في الصباح وخمسمائة في المساء وأنا أنصح ألف أنصحك أن تقوله ألف وراء صلاة الإشاء تقوله ألف ترى نتائج خيالية في منامك ترى من هو المسؤول ما هو السحر ما هي العين ما كذا ما يجب عليك فعله وكذلك في الصباح ولو أنك تتبعه 21 يوما فقط 21 يوما ألف في الصباح ألف في المساء 21 يوما للشفاء بنية الشفاء وبنية الكشف بدون أن تنوي أن تتكشف التشاهد يا إخوتي بدون أن تنوي أنك ستكشف وتريد أن ترى هو سيريك ما هو الخلل أين يوجد عندك الخلل يعني هو كأنه جهاز الكشف التشاهد كأنه جهاز يريك أين يوجد عندك الخلل التشاهد يريك أين يوجد عندك الخلل أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله فقط بهذا الدكتر ترى ماذا يوجد عندك وترى النتائج وترى ما هو دوائك اذهب عند الرقات واخسر أموالك وفعل ما تشاء فلن تجد نتائج غير التشاهد انصح به الناس عبارة شاركوا هذا الفيديو انصح إذا تعرفين الشخص مريض انصحوا قوله لا تذهب عند الرقات وإذا ذهب عند الرقات فيها خير نحن ليس عكس الرقات فيها خير ولكن التشاهد انصحوا به الرقات كذلك بلغوا الرقات أن يصحوا المرضى بالتشاهد من يريد أن يكشف عن نفسه ويرد أن يعرف الحقيقة فعليه أن يشهد أشهد أن لا إلا لو أشهد المفلوس وكذلك من أقوى 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 الأشياء للاستفرار إذا كنت تظنين أو تظن أن عندك السحر مأكول فعليك بالتشاهد ستستفرغ من أقوى 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 الأذكار التي تستجيب بسرعة للاستفرار يعني تخرج السحر المأكول من بطنك ويبطل الأصحار ويبطل العين ويبطل كل شيء وإذا لم يبطله فسيكشف لك ويأتيك في الرؤية ما هي الصورة أو ما هي الآية أو ما هو الذكر الذي يجب أن تفعله لكي تشفى من المجربات الأكدة يعني ليس فيها نقاش ليس في نقاش جرب وترى جرب وترى ترى العجب إذا لم تستطع كما قلت 500 في الصباح 500 في المساء أما إذا أردت أن تجتهد 500 وراء كل صاز إذا أردت أيضا الطريقة التي قلت في الأول ألف في الصباح ألف في المساء يوميا إذا أردت أن تقول أقل عدو 21 يوم إذا أردت أن تجتهد يوميا فصارت سترى نتائج في حياتك سترى نتائج تتغير سترك بدأت تتغير حياتك تدريجيا بدأت تتغير خصصا الذي عنده إرهاق وخمول هذه كلها من الشيطان إرهاق وخمول بدون سبب وإرهاق على الصلاة وخمول على الصلاة وأفكار والوسوسة تختفي الوسوسة من حياتك تختفي الوسوسة لأنه من أكبر من أكبر الاكتشافات التي اكتشفتها من الأوراد التي هي خطيرة وعظيمة للشفاء يعني نهائيا من الأسحار والعين والكشف يعني من أخطر ومن أعظم الأوراد التي اكتشفتها فهذا سأذكر بها دائما في فيديوهات هذا كل شيء أتمنكم الخير وإلى اللقاء